بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي طلبة السادس التطبيقي وصلنا بكم إلى الجزء الثالث من سلسلة أجزاء الجذور التكعيبية للواحد الصحيح ووصلنا إلى سؤال السبعة وتسعين دور ثاني جد المعادلة التربيعية التي جذرها وأنتم تعلمون أن خطوات الحل بالمعادلة التربيعية هي إيجاد مجموع الجذرين ومن ثم إيجاد حاصر ضربهما ومن ثم كتابة القانون والتعويض به إذن كونوا معي أعزائي لمشاهدة الحل التفصيلي لهذا السؤال أولادي مرة أخرى جد المعادلة التربيعية التي جذرها تعلمت سابقا ويطلاب الأحياء قانون المعادلة التربيعية X تربيع ناقص مجموع الجذرين في X زائد حاصر ضرب الجذرين إذن هنا يقول لي جد المعادلة التربيعية التي جذرها إذن واحد من الجذرين سأسميه H مثلا الثاني سأسميه K لازم أحسب مجموع الجذرين وبعدها حاصر ضرب الجذرين وبعدها كتابة القانون والتعويض به ولكن إذا كان أي من الجذرين أو كلاهما قابل للتبسيط فيفضل إجراء التبسيط عليهما قبل إيجاد مجموعهما وحاصر ضربهما هسا رح أجي أخذ الجذر الأول هذا رح أسميه H إذن H يساوي تذكر من قلني الأوميغا تربيع والأوميغا والثابت من يجون يسوه بسؤال فالسؤال يكون بثلاثة احتمالات أساسية إذا المعاملات ما لثلاثة هم الشابهة الجواب هو صفر إذا المعاملات ما لثلاثة هم الشابهة لثلاثة حدود أسويهم حد واحد وإذا المعاملات ما لثلاثة هم مختلفة لثلاثة حدود أسويهم حديا زين هذا من يا نوع رح أتقول لي من النوع الأول لا أقول لك مو من النوع الأول ليش لأن سالب اثنين سالب اثنين اثنين إذن من أقول لك متشابهة قيمة عددية مع الإشارة إذن هذا من النوع الثاني بأن سالب 2 وسالب 2 لذلك هذا الثنين رح ينتظر رح أجي أسحب سالب 2 عامل مشترك وتعلمنا من أسحب سالب عامل مشترك الأصل يغير إشاراته يعني معناها أوميجا زائد أوميجا تربيع وهذا الكل تربيع إذن ويساوي أوميجا زائد أوميجا تربيع حسب الاستنتاجات الستة اللي هو سالب 1 يعني معناها ش رح يصير عندي رح يصير 2 زائد 2 تربيع 4 تربيع اللي هو 16 أما الجذر الآخر اللي رح أسمي كي نفس العملية هذا مشابه إذن رح أجي أسحب 2 عامل مشترك رح يصير أوميجا زائد أوميجا تربيع ناقص 1 والتربيع بالانتظار أوميجا زائد أوميجا تربيع هو سالب 1 في 2 يعني معناها رح يصير سالب 2 ناقص 1 تربيع سالب 3 تربيع اللي هو 9 هذا السؤال من دا جيبه بالامتحان أولادي دا شوفوا هواية طلاب دا يخطئ ودا يقول لي X تربيع ناقص 16 X زائد 9 ويساوي صفر ما يلتفت ما يلتفت بأن السؤال لحد الآن ما بده لحد الآن مجامع الجذرين إذن هذا لحد الآن H وهذا K يعني دا يصور في باله دا يصور جمعهم وضربهم بعدني مبادئ لحد الآن إذن رح أقول H زائد K هذا شرح يساوي 16 زائد 9 ويساوي 25 ورح أقول H في K هذا رح يساوي 16 في شغل في 9 ويساوي 144 إذن المعادلة X تربيع ناقص مجموع الجذرين إذن L زائد K في X زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر يعني معناها X تربيع ناقص 25 X زائد 144 يساوي صفر هذه هي المعادلة المطلوبة ومستمرين إياكم في مجموعة من الأسئلة الخاصة بالمعادلة التربيعية ابقوا معي إذن أعزائي السؤال الآخر سؤال 1998 دور ثاني أكتب المعادلة التربيعية التي جذرها 2i أوميغا تربيع ناقص أوميغا 2i أوميغا ناقص أوميغا تربيع أعتقد السؤال سهل وخلي نشوف من خلال شاشة الموزا بوكشن والحل التفصيل لهذا السؤال على السبورة الاعتيالية أعزائي جد المعادلة التربيعية التي جذرها قبل ما أبدأ بالحال أريدك تقول لي من هو الحقيقي ومن هو التخيلي ده أسمع كم طالب من عدكم يقول لي هذا الحقيقي وهذا التخيلي راح أقول لي إيش لأن يقول إحنا تعلمنا بأن الحقيقي ما بي والتخيلي بي يعني من أقول لك مثلا ثلاثة ناقص أربعة آي الحقيقي هو ثلاثة والجزء التخيلي هو سالب أربعة هذا اللي سميته حقيقي لأن ما بي هذا اللي سميته جزء تخيلي لأن مرتبط بالآي زيان هس هنا هذا الشغل يعني يرهم على هذا السؤال أقدر أقول هذا حقيقي وهذا تخيلي لا ما أقدر أقول هذا الحقيقي ليش لأنه أصل الأوميغا هو سالب نص موجب أو سالب جذر ثلاثة على ثلاثة آي إذن ما رح أسميها حقيقي وتخيلي رح أقول بي آي وما بي آي حتى يكون تعبيري أدق إذن غير قابل للتبسيط إذا واحد من الطلاب يقول لي لا أنا أريد أحول الأوميغا تربيع إلى سالب واحد سالب أوميغا سيصير لكن رح يتعقد لأن الحد رح يصيرون الحديين إذا أنا أريد قلص عدد الحدود لو أريد أزيدها إذن مباشرة هذا رح أسميه أتش وهذا مي كي هس تريد أسميها أمو إي أو أسميها أمو إي غالب كيفك إذن رح أقول أتش أتش هذا ش رح يساوي إثنيا آي أوميغا تربيع ناقص أوميغا زائد شنوه إثنيا آي أوميغا ناقص أوميغا تربيع شلون رح أجري عملية الجمع رح أخلي البي آي وي البي آي سوى والما بي آي وي الما بي آي سوى يعني رح يصير عندي إثنيا آي أوميغا تربيع زائد إثنيا آي أوميغا حتى أصحب عام المشترك زائد هناش رح أقول سالب أوميغا ناقص أوميغا تربيع دائما هنا بيناتهم زائد وهذا حتى ينزل هو إشارته شنو الغاية من هذه العملية هنا إذا ردت أصحب الثنين آي عام المشترك رح يصير أوميغا تربيع زائد أوميغا وهذا أنت تعرف قيمة شقات قيمته 1 زين من هو الأوميغا تربيع زائد أوميغا حسب الاستنتاجات الستة قيمته سالب 1 يعني معناها رح يصير سالب 2 آي زائد 1 يعني معناها 1 ناقص 2 آي هذا هو مجموعة جذرين ننتهي هنا منها بعد حاصر ضرب الجذرين يعني رح أقول الـ HVK يساوي 2 آي أوميغا تربيع ناقص أوميغا في 2 آي أوميغا ناقص أوميغا تربيع لضربهم توزيع اعتياد الأول ينضرب باثنيناتهم والثاني ينضرب باثنيناتهم يعني شرح يصير السهنة رح يصير أربعة آي تربيع أوميغا تكعيب شوف ضربت الأول الأول بالثاني ناقص 2 آي أوميغا أس أربعة بعد هذا في هذا شرح يصير ناقص 2 آي أوميغا تربيع بعد هذا في هذا شرح يصير رح يصير زائد أوميغا تكعيب العملية أعتقد بسيطة قيمة آي تربيع هي سالب واحد يعني هذا سالب أربعة والأوميغا تكعيب واحد والأوميغا تكعيب واحد إذن هذا هو سالب أربعة وهذا هو واحد يعني شرح يصير عندي رح يصير سالب ثلاثة زين الأوميغا أس أربعة تعلمنا قيمة أوميغا لأن نقسم على ثلاثة يبقى واحد رح أجي أسحب سالب ثنين آي عامل مشترك من هذا وهذا من أسحب سالب عامل مشترك الأصل يغير إشاراته يعني رح يصير أوميغا زائد أوميغا تربيع من هو الأوميغا زائد أوميغا تربيع هو سالب واحد في سالب ثنين آي شوف هنا عملية ضرب وليس عملية جمعة وطرح عملية ضرب يعني رح يصير عندي سالب ثلاثة سالب ثنين آي في سالب واحد يعني معناها زائد ثنين آي إذن المعادلة التربيعية رح يصير عندي أكس تربيع ناقص مجموعة الجذرين من هو واحد ناقص ثنين آي أكس زائد حاصر ضرب الجذرين سالب ثلاثة زائد ثنين آي يساوي صفر وعام ألبيان ومستمرين وإياكم في أسئلة أخرى سؤال آخر عزائي عام 1999 كون المعادلة التربيعية التي جذراها ثنيا أوميغا تربيع آي ناقص ثنيا أوميغا على آي واثنيا أوميغا آي ناقص ثنيا أوميغا تربيع على آي إذا تعرف تحل السؤال حاول تحل بنفسك وبعدين ارجع شوف الشرح الجذر الأول والجذر الثاني مو صافيات تحتاج إلى تصفية إحنا قلنا من يقول لي جد معادلة تربيعية الخطوات الأساسية بالحل مجموعة الجذرين ضرب الجذرين وكتابة القانون والتعويض به ولكن قبل ما أبدي بمجموعة الجذرين وحاصر ضربهما أجي أدقق النظر بكل من الجذرين إذا كان قابل للتبسيط أبسط سولفنا إحنا بالجزء الماضي قلنا ماش وقت ما ألقى آي لوحدها بالمقام أضرب العامل المنسب أو أضرب البسط في سالب آي تربيع لأجل الاختصار وإذا لقيت الأوميغا لوحدها بالمقام أو الأوميغا تربيع أضرب البسط بالعدد واحد وعبر عنه أوميغا تكعيب لأجل الاختصار وإذا لقيتهم اثنين هم تتذكر قلنا هنا البسط أضربه في سالب آي تربيع أوميغا تكعيب لأجل الاختصار قبل ما اجمعهم هذا الجذر الاول انت مخير تريد تقول لي فيه سالب اي على سالب اي مثل ما راح تشوف الحل بعد شوية من خلال شاشة الموزابوك تريد تقول لا هذا راح اضربه فيه سالب اي تربية يعني الحل الاخر بان هذا خط الكسر هذا اش راح اقول عليه راح اقول سالب اي تربية شنو الغاية من هذه العملية على ما السالب فيه سالب هذا موجب اي تربية على اي خلصت من الاي بالمقام يعني صار عندي هسه صار اثنيا اوميجا تربية اي زائد اثنيا اوميجا اي الحل اللي راح اشوفه من خلال شاشة الموزابوك ما بسويه شي ضارف فيه سالب اي على سالب اي كل الطرق تؤدي الى المية اختار الطريق اللي يعجبك السؤال الثاني نفس العملية هذا اش راح اقول عليه راح اقول له السالب اي تربية يعني معناها راح يصير اثنيا اوميجا اي بعد سالب فيه سالب هذا موجب اثنيا اوميجا تربية اي هسه بعد ما تتبسط هذي تريد تقول بيها تبسيط بعد يعني شنوه اريد اسحب اثنيا اي عامل مشترك يعني هسه هنا اذا ردت اسحب اثنيا اي عامل مشترك راح يبقى اوميجا تربية زائد اوميجا يعني معناها سالب اثنيا اي واذا ردت ايضا اسحب اثنيا اي عامل مشترك راح يبقى اوميجا زائد اوميجا تربية هم راح يساوي سالب اثنيا اي هسه الامر صار كلش بسيط هسه شنو مجموعة جذرين راح اقول الاتش زائد كي هذا يساوي سالب اثنيا اي زائد سالب اثنيا اي اللي هو من هو سالب اربعة اي والاتش في كي تساوي سالب اثنيا اي في سالب اثنيا اي يعني راح يصير اربعة اي تربية يعني شنو معناها سالب اربعة اذا المعادلة التربيعية اكس تربيع ناقص مجموعة جذرين ما طول مجموعة جذرين حد واحد اذا ماكو داعي اكتب قوس سالب في سالب موجب اربعة اي اكس زائد حاصل ضرب الجذرين موجب في سالب سالب اربعة يساوي صفر الحل اللي راح اشوفه على الموزابوك تقولي هنا ما يجعل ابالي انا اسحب اثنيا اي عامل مشترك اريد هذا ابقي على وضع وهذا ابقي على وضع يصير يصير ماكو مشكلة راح تجي تجمع الحدود المشابهة اثنيا اوميغا تربيع اي وهي اثنيا اوميغا تربيع اي هذا راح يصير اربعة اوميغا تربيع اي زائد اربعة اوميغا اي اذا هنا من تسحب اربعة اي عامل مشترك كم راح توصل الى مجموع سالب اربعة اي وحاصل الضرب هو سالب اربعة اذا كل الطرق تؤدي الى المية اختار الطريق اللي يعجبك ويحل السؤال وإن شاء الله تأخذ مياه وخلي نشوف السؤال البعد مستمرين معكم أعزائي وأسئلة أخرى عام 2001 كون المعادلة التربعية التي جذرها إن شاء الله يكون السؤال سهل وخلي نشوف الحل التفصيلي لهذا السؤال وأعتقد الفكرة صارت كلش واضحة لذلك هنا رح أطيك السؤال هذا وانت رح تجاوبه قبلي الجذرين غير قابلة للتبسيط إذن مباشرة ألجأ إلى جمع الجذرين وحاصر ضربهما إذن H زائد K هذا رح يساوي 3 أوميغا تربيع ناقص 2I زائد 3 أوميغا ناقص 2I هسه شأسوي أجمع الما بي آي وي الما بي آي والبي آي وي البي آي يعني رح يصير 3 أوميغا تربيع زائد 3 أوميغا زائد هذا رح يصير سالب 2I واناقص 2I يعني تقول لي صير هذه رأسا نكتبها سالب 3 بالوزاري يصير ما يكون مشكلة يعني تريد تسحب 3 عام المشترك وتقول لي أوميغا تربيع زائد أوميغا اللي هي سالب 1 فيه 3 سالب 3 تريد رأسا تكتبها سالب 3 يصير سالب 2I وسالب 2I إذن هذا رح يصير سالب 4I هذا مجموعة جذرين وحاصر ضرب الجذرين رح يصير 3 أوميغا تربيع ناقص 2I و3 أوميغا ناقص 2I توزيع تيادي 3 أوميغا تربيع فيه 3 أوميغا رح يصير 9 أوميغا تكعيب 3 أوميغا تربيع فيه سالب 2I أوميغا رح يصير سالب 6I أوميغا تربيع بنفس الإسلوب سالب 6I أوميغا زائد 4I تربيع هسة الأربعة آي تربيع سالب أربعاوية تسعة لأن الأوميغا تكعيب واحد يعني معناها رح يصير عندي خمسة تسعة ناقص أربعة خمسة أكيد رح تقول للعامل المشترك هو السالب ستة آي رح يصير أوميغا تربيع زائد أوميغا يعني معناها هذا قيمته سالب واحد يعني صار عندي خمسة زائد ستة آي إذن المعادلة التربيعية أكس تربيع ناقص مجموعة جدرين في أكس زائد حاصل ضرب الجدرين يساوي صفر أزيزي لي هنا تأخذ درجة كاملة بعض الطلاب يجري تبسيط وراء هذه الخطوة وبالتالي يخسر درجة يقول لي أنا أريد السالب أدخلها على القوس وألغيها الأقواس ماذا يصير؟ الطالب يكتب لي أكس تربيع زائد ثلاثة زائد أربعة آي أكس ويلغي الأقواس إذا صار هي تشي يعني معناها الأكس بيما المضروب بس بالأربعة آي وهذا رح يصير خطأ فتعلم عزيزي إذا كان المجموعة أكثر من حد واحد القوس بقي على وضعه والإشارة لتضربها إذا كان المجموعة حد واحد ماكو مشكلة أضرب إشارة بإشارة حتى يكون السؤال أبساط نرجع إلى شاشة الموزابوك خلي نشوف شكو عندنا بيها أولادي أعتقد الموضوع أصبح سهل جدا وخلي نروح إلى تمارين المجموعة الثالثة ونشوف شكو بيها من أجي أباوه على السؤال الأول ده يقول لي أكتب بي أبساط صورة الأوميغا أس أربعة وستين من أقسمها على ثلاثة الثلاثة وستين تقبل على ثلاثة يبقى واحد إذا نجواب أوميغا أوميغا أس سالب ثلاثين سالب ثلاثين شون تتعاملوا تنزل للمقام الصير ثلاثين مننا قسم على ثلاثة الباقي ثلاثين يعني أوميغا تربيع هذا الواحد مثل ما تعلمنا راح أسوي أوميغا تكعيب عند القسمة تطرح الأسس هذا الأوميغا والسالب ثلاثين نفس هذه الفكرة صار عندي واحد زالد أوميغا من هو الواحد زالد أوميغا هو السالب أوميغا تربيع السالب مرفوع إلى قوة زوجية موجب عند الرفع تضرب الأسس أوميغاiliation 24 تقبل القسمة على ثلاثة قيمة واحد واحد زائد اوميغا تربيحه وسالب اوميغا اوس سالب 4 اشلون اتعامل وهي الاسس سالبة تنزل للمقام الصير موجبة سالب مرفوعه لقوة زوجية موجب اوميغا اوس 4 هي اوميغا هذا الواحد رح استبدله ب اوميغا تكعيف عند القسمة تطرح الاسس اوميغا اوس 9 ان زائد 5 سالفناها سابقا رح سويها اوميغا اوس 9 ان في اوميغا اوس 5 هذه الاوميغا اوس 9 ان انا مخيربين طريقين أريد أسويها أوميغا أس تسعة لكل أس أن أو أوميغا تكعيب لكل أس ثلاثة أن كل الطرق تؤدي إلى المية في كل الأحوال واحد مرفوع لأي قوة يساوي واحد إذن الجواب يساوي أوميغا تربيع إذن هذا ما يخص السؤال الأول السؤال الثاني 2007 و2014 كون المعادلة التربيعية التي جذراها وأسهل ما يكون ليش لأن الواحد زاد أوميغا هو سالب أوميغا تربيع والواحد زاد أوميغا تربيع هو سالب أوميغا من أجمعهم ذول أثنين أوتهم سالب أوميغا تربيع وسالب أوميغا قيمة واحد من أضربهم أوميغا تكعيب قيمة واحد إذن المعادلة أكس تربيع ناقص مجموعة جذرين في أكس زاد حاصر ضربه عفوان حاصر ضربه جذرين يساوي صفر زيان أوميغا على اثنين ناقص أوميغا تربيع أوميغا تربيع على اثنين ناقص أوميغا شلون أحل هذا السؤال إذن خلي نروح على صبورة الاعتيادية خلي نشوف الحل التفصيلي لهذا السؤال إذن أعزائي السؤال من أسئلة التمارين أيضا نجد المعادلة التربيعية مجموعة جذرين ضرب الجذرين والمعادلة والتعويض إذن هذا ممكن أسمي H هذا ممكن أسمي K إذن أول ما أبدي مجموعة جذرين H زائد K ويساوي رح يصير أوميغا على 2 ناقص أوميغا تربيع زائد أوميغا تربيع على 2 ناقص أوميغا اتعلمنا بطرق التبسيط بجزء السابق إذا كان بيناتهم جمع وكان المقام ما يتبسط إذا أريد تتحول الأوميغا تربيع بما يساويها تحول الأوميغا بما يساويها جرب الحديين يبقون حديين يعني ما سونا شيء أنا أريد 3 يصيرون واحد 3 يصيرون اثنيا بس حديين يبقون حديين ما تفيدني إذن رح أجري عملية توحيد المقامات وتعلمنا توحيد المقامات شلون قلنا كل مقام ينظر ببسط الجيران يعني رح يصير عندي ويساوي هذا خط الكسر قلنا في حالة توحيد المقامات الأقواس أبد ما أنساها يعني رح يصير عندي أوميغا بمن تنضرب بالاثنيا ناقص أوميغا بشكل قطري زائد أوميغا تربيع بمن تنضرب بالاثنيا ناقص أوميغا تربيع وهذه المقامي أن أضربهم رح يصير اثنيا ناقص أوميغا تربيع في اثنيا ناقص أوميغا ويساوي الأوميغا تتوزع الأوميغا تربيع تتوزع القوس يتوزع القوس يعني رح يصير عندي اثنين أوميغا بعد أريدك تحكي معي ناقص أوميغا تربيع جيد هم أريد أسمع صوتك زائد اثنين أوميغا تربيع بعد ناقص أوميغا أس أربعة هسه توزيع عزيزي من شوف المحاضرة ما لك توقع ساكت احتي احتي أنا أسمعك احتي إذن سمعني أربعة أحسنت بعد ناقص اثنين أوميغا عفية بعد ناقص اثنين أوميغا تربيع بعد زائد أوميغا تكعب ويساوي خط الكسر عندي حدود مش شابهة لو ما عندي حدود مش شابهة أكيد عندي حدود مش شابهة الأوميغا أس أربعة هي قيمته أوميغا إذن اثنين أوميغا ناقص أوميغا راح تقول لي هذا أوميغا هذا الأوميغا أس أربعة هسه إلا سوي أوميغا وبعدين تجمع لا مو إلا أنت ببالك قول هذا الأوميغا وأس أربعة منها قسمها على ثلاثة يبقى واحد يعني أوميغا اثنين أوميغا ناقص أوميغا هذا أوميغا سالب أوميغا تربيع زائد اثنين أوميغا تربيع إذن هذا راح يصير أوميغا تربيع زيان المقام الأوميغا تكعيب واحد ويا الأربعة عشر راح يصير هنا راح يصير خمسة ذولا شا سويهم قل لي عفية راح أجي أسحب سالب اثنين عامل مشترك يعني راح يبقى أوميغا زائد أوميغا تربيع ويا يساوي زيان الأوميغا زائد أوميغا تربيع إذن قيمتها قيمتها سالب واحد هذا إذن قيمتها سالب واحد يعني شا يصير هنا يصير سالب ثلاثة لا ما يصير سالب ثلاثة يصير موجب اثنين سالب اثنين في سالب واحد هذا موجب اثنين ويا الخمسة إذن هذا راح يصير سبعة إذن هذا مجموع الجذرين انتهى هنا منه بعد إش مطلوب؟ مطلوب حاصر ضرب الجذرين رح يكون أبسط إذن HPK هذا رح يصير عندي أوميغا على 2 ناقص أوميغا تربيع في أوميغا تربيع على 2 ناقص أوميغا عملية توزيع زيان التوزيع شلون؟ أوميغا في أوميغا تربيع هذا هو أوميغا تكعيد ذول أوزعهم مثل ما سويت قبل شوية 2 في 2 هذا أربعة ناقص 2 أوميغا ناقص 2 أوميغا تربيع زائد أوميغا تكعيب زيان الأوميغا تكعيب هذا واحد هذا هو واحد إذن إش رح يصير عندي أقول ويساوي 1 على 4 زائد 1 5 مثل ما سوينا قبل شوية أسحب سالب 2 عام المشترك رح يبقى أوميغا زائد أوميغا تربيع يعني معناها ويساوي جهد ويساوي 5 زائد 2 7 1 على 7 ده أسمع طلاب ده يقولولي هذه العملية سضر بالمقام ينكررناه هنا وهنا يصير بالوزاري رأسا هذا بدون تبسيطه كتبه 7 الأفضل بأن تعيد العملية مرة ثانية لأن ده نشوف من خلال خبرتنا وهي الطلاب وتصحيحنا للدفاتر الامتحانية بأن الطالب أحيانا بالمرحلة الأولى ده يخطأ من ده يعيد العملية بالمرحلة الثانية ده يكتشف الخطأ ماته لذلك ده يرجع يصحح ولكن إذا صار عندك خطأ هنا مكان السبعة طلعتها ستة واعتمدت على حلك الأول واكتبت ستة الخطأ تحاسب عليها مرتين لذلك هنا يفضل إعادة هذه العملية مرة ثانية حتى لو كانت نفسها حتى خاف يكون عندك خطأ يبين عندك الخطأ إذن المعادلة رح يصير عندك أكثر بيع ناقص شوف هنا مجموع الجذرين حد واحد يعني معناها أقدر أضرب الإشارة زائد واحد على سبعة أكس زائد واحد على سبعة يساوي صفر وأعتقد هذا السؤال بسيط وخلي نشوف السؤال البعض مستمرين معكم أعزائي والحل التفصيلي لهذا السؤال موجود أمامك إن شاء الله تستفيد من عنده ونشوف هذا السؤال وزاري لسنتين 2011 و2014 والسؤال فرأسي من التمارين أيضا لسنتين وزاريا 2015 و2015 مرتين إذن ثلاثة آي على أوميغا تربيع سالب ثلاثة أوميغا تربيع على آي إذن هذا السؤال يحمل رسالتين الرسالة الأولى تقول إذا لقيت أوميغا تربيع في المقام تضرب البصد في أوميغا تكعيب لأجل الإختصار إذا لقيت الآي في المقام لو تضرب في سالب آي على سالب آي لو تضرب البصد في سالب آي تربيع لأجل الإختصار المهمة تبسط الأولى تبسط الثانية مجموعة جذرين سهل حاصل ضرب الجذرين بعد أسهل وكتابة القانون والتعويض به هذا ما يخص الفرع السي وسؤال آخر السؤال الثالث إذا كان زت تربيع زائد زائد واحد يساوي صفر جد قيمة واحد زائد ثلاثة زت أس عشر زائد ثلاثة زت أس دعش على واحد ناقص ثلاثة زت أس ثمانية ناقص ثلاثة زت أس سبع عفوا ناقص ثلاثة زت أس ثمانية شنو قيمة زت وشلون نعوضها رح نشوفه من خلال الشرح التفصيلي على السبورة الاعتيادية السؤال الثالث بجزئين الجزء الأول ده يقول لي إذا كان زت تربيع زائد زت زائد واحد يساوي صفر جد قيمة هس هنا خلي أحسب قيمة زت وبعديا أشوف شي يريد من عندي بالضبط هذا السؤال حتى أحله لازم يحل بالدستور لأن تجربة ما ينحل وقانون الدستور يقول عندي زت يساوي شنو سالب بي موجب سالب تحت الجذر بي تربيع ناقص أربعة أي سي على تو أي الاي واحد البي واحد السي واحد يعني معناها الزت يساوي ما يلي سالب واحد موجب سالب تحت الجذر واحد ناقص أربعة في واحد في واحد هذا أربعة على شنوه على اثنيا في واحد اثنيا يعني معناها رح يصير عندي سالب واحد موجب سالب جذر سالب ثلاثة على اثنيا وإحنا متعلمين إذا ألقى سالب داخل الجذر تحول تلقائيا إلى آي يعني معناها رح يصير سالب واحد موجب سالب جذر ثلاثة آي على اثنيا يعني معناها الزت هذا شرح يساوي يساوي سالب نص موجب سالب جذر ثلاثة على اثنين اي لو ادقق النظر بقيمة الاوميغا اللي هي سالب نص موجب سالب جذر ثلاثة على اثنين اي طلع عندي نفس الجواب اذا ايش راح اقول هنا راح اقول عندي احتماليا ربما يكون هذا الزت هو اوميغا وربما يكون الزت هو شنوه هو اوميغا تربيع اذا ايش ديريت مني بالسؤال ديريت جذر قيمة شنوه جذر قيمة واحد زائد زت وسعشرة ثلاثة زت وسعشرة زائد تلاثة زت وسدعش على واحد ناقص تلاثة زت وسبعة ناقص تلاثة زت وسثمانية اذا دا يقول لي بالسؤال جت هسه اشلون اتعاملوا يا هذا السؤال بما ان قيمة زت ربما تكون اوميغا وربما تكون اوميغا تربيع اذا السؤال راح يكون باحد احتماليا اذا راح يكون الاحتمال الاول اعوضوا مكان كل زت اوميغا يعني ش راح يصير عندي السؤال راح يصير واحد زائد ثلاثة اوميغا وسعشرة زائد ثلاثة اوميغا وسدعش على واحد ناقص ثلاثة اوميغا وسسبعة ناقص ثلاثة اوميغا وسثمانية ويساوي الاوميغا وسعشرة من نقسمه على ثلاثة يبقى واحد والاوميغا وسسبعة من نقسمه على ثلاثة يبقى واحد الدعش من نقسمه على ثلاثة يبقى ثنيا والثمانية من نقسمه على ثلاثة يبقى ثنيا اذا راح يصير واحد زائد ثلاثة اوميغا زائد ثلاثة اوميغا تربيع واحد ناقص ثلاثة اوميغا ناقص ثلاثة اوميغا تربيع الأمور صارت زينة هسه رح يجيش أسوي أسحب ثلاثة عامل مشترك رح يصير أوميغا زائد أوميغا تربيع هنا منه العامل مشترك سالب ثلاثة عامل مشترك ومن أسحب سالب عامل مشترك الأصل يغير إشاراته أوميغا زائد أوميغا تربيع سالب واحد يعني رح يصير واحد ناقص ثلاثة على واحد زائد ثلاثة يعني معناها السالب 2 على 4 اللي هو سالب 1 على 2 هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني إذا كانت الزت هي منه هي أوميغا تربيع يعني ايش رح يصير عندي هنا 1 زائد 3 أوميغا تربيع 10 يعني أوميغا 20 عند الرفع تضرب الأسس هذا ايش رح يصير هنا 3 أوميغا 12 في 22 1 ناقص 3 أوميغا السجد 14 وناقص 3 أوميغا 8 في 2 هذا 16 الآن العشرين والأربع وطعش قسم على 3 يبقى 2 الاثنين وعشرين والسطعش قسم على 3 يبقى 1 إذن رح يكون بالعكس تماما 1 زائد 3 أوميغا تربيع زائد 3 أوميغا وهنا 1 ناقص 3 أوميغا تربيع وهذا شنوه ناقص 3 أوميغا نفس العملية رح أجي أسحب 3 عامل مشترك من البوست رح يبقى أوميغا تربيع زائد أوميغا وأسحب سالب 3 من المقام هم رح يبقى أوميغا تربيع زائد أوميغا إذن إيش رح يصير عندي هسة نفس العملية رح يصير 1 ناقص 3 على 1 زائد 3 وأيضا الجواب رح يكون سالب 2 على 4 اللي هو من هو اللي هو سالب 1 على 2 ومستمرين وإياكم وعرض ما تبقى من التمارين إذن أعزائي الحل التفصيلي لهذا السؤال موجود قدامك وأذا شوف السؤال هو وزاري 2018 تطبيقي للتمهيدي ومستمرين معكم أعزائي والسؤال الرابع عن ماذا يتحدث السؤال الرابع اثبت ما يلي اثبت أنه 1 على 2 زائد أوميغا ناقص 1 على 2 زائد أوميغا تربيع الكل تربيع يساوي سالب 1 على 3 تشوف بأن هنا راح أسوي عملية توحيد مقامات هذا الاثنيين زائد أوميغا تربيع ينضرب بالواحد والاثنيين زائد أوميغا ينضرب بالواحد الأقواس أبد ما أنساها والفكرة مرت علينا في أكثر من مناسبة وأعتقد الفكرة سهلة هذا ما يخص سؤال الرابع فرع أي أما سؤال الرابع فرع بي فهو سهل جدا جدا الأوميغا اس 14 قيمتها شقد قيمتها أوميغا تربيع الأوميغا 7 قيمتها أوميغا والأوميغا 10 قيمتها أوميغا الأوميغا 5 أوميغا تربيع كل أوميغا تربيع زائد أوميغا قيمتها سالب 1 إذن الجواب راح يطلاع 2 على 3 وأعتقد السؤال بسيط جدا أما السؤال الفرع سي أيضا 2014 دور أول واحد زائد أوميغا تربيع إذن هذا واحد زائد أوميغا تربيع قيمة سالب أوميغا واحد زائد أوميغا قيمة سالب أوميغا تربيع من ألقى مقام أوميغا وأوميغا تربيع البس أضربه في أوميغا تكعيب ليجل الاقتصار صار عندي هذا القوس الأول وهذا القوس الثاني حدود مش شابهة سالب ثلاثة أوميغا وسالب ستة أوميغا تربيع عملية ضرب اعتيادي الجواب يساوي ثمنتعش وأعتقد من الأسئلة السهلة والسؤال الفرع D 2005 تمهيدي كل السهل 1 زائد أوميغا تربيع هو سالب أوميغا 1 زائد أوميغا سالب أوميغا تربيع سالب إذا كانت مرفوعة إلى قوة فردية السالب ينزل والتكعيب تنزل على الأوميغا مرة وعلى الأوميغا تربيع مرة أخرى والأوميغا تكعيب قيمتها 1 الأوميغا 6 قيمتها 1 إذن سالب 1 وسالب 1 الجواب هو سالب 2 ونشوف مزيد من الأسئلة سؤال تمارين عامة السؤال الثاني من الأسئلة المهمة جدا جدا ولأهمية هذا السؤال خلي نشوف الحل التفصيلي للسؤال على السبورة الاعتيادية هنا سؤال التمارين العامة من الأسئلة المهمة جدا وقبل ما أبدي بحل هذا السؤال أريد أذكرك بمعلومة تذكر أيام زمان من قلت لك إشجد قيمة آي أس أربعة أن آي أس أربعة أن والأن هو عدد طبيعي في وقتها قلنا إذا كانت الأن مضروبة في أي عدد يقبل القسمة على أربعة ثمانية اثناء ستة عشر قيمتها واحد من إجا هذا الحشي؟ يعني هذا جاي من آي أس أربعة الكل أس أن وآي أس أربعة واحد أس أن هو واحد وإذا إجاني سؤال يقول لي آي مثلا أس ثمانية أن زائد خمسة هذا الحشي قديم رح تقول لي هذا جاي من آي أس ثمانية أن في آي أس خمسة والآي أس ثمانية أن هذا من جاي؟ جاي من آي أس أربعة الكل أس أثنين أن مو عند الرفع تضرب الأسس والآي أس خمسة من نقسمها على أربعة يبقى آي هس الأي أس أربعة واحد واحد أس ثمان أن واحد في آي إذن الجواب يساوي آي بنفس الكيفية الأوميغا شون رح أتعامل وياه؟ أسئلة الأوميغا من يجيني سؤال يقول لي مثلا أوميغا أس ثلاثة أن أوميغا أس ثلاثة أن شنو الأوميغا أس ثلاثة أن؟ أقول هذي جاي من أوميغا تكعيب الكل أس أن يعني الأوميغا تكعيب هي واحد وواحد أس أن إذن هذا رح يصير واحد أس أن اللي هو واحد وإذا إجاني أوميغا مثلا أس تسعة أن مثل هذا السؤال هذا شنو معنى؟ هذا معنى أوميغا تكعيب أس ثلاثة أن ويساوي رح يصير واحد أس ثلاثة أن ويساوي واحد زيان أقدر أكتبها ويساوي اوميجا اص 9 الكل اص ان هم يصير عند الرفع تضرب الاسس 9 ان هذي صارت 9 ان هذي صارت 9 ان اذا الاميجا اص 9 واحد اذا رح يصير عندي واحد اص ان اللي هو واحد ازيان اذا اجاني السؤال يقول لي جيت قيمة اوميجا مثلا اص 12 ان زائد خمسة ممكن يجيني السؤال بالامتحان اذا هذا ش رح يصير عندي رح يصير اوميجا اص 12 في أوميغا أس 5 الأوميغا أس 12 هذه جاية من أوميغا أس 12 الكل أس أن والأوميغا أس 5 نقسم على 3 يبقى اثنيا الأوميغا أس 12 قيمته 1 1 أس أن هو 1 إذن الجواب إيش رح يصير عندي رح يصير أوميغا تربية إذن أعتقد الطريقة تكون واضحة وخلي نشوف هذا السؤال شلون رح أتعامل بي إذن السؤال ده يقول لي جد بأبصد صورة 3 أوميغا أس 9 زائد 5 على أوميغا أس 5 زائد 4 على أوميغا أس 4 أس 6 سؤال تمارين عامة يجي بالوزاري ويجي وراء سؤال بالوزاري على نفس الوزن إذن من أبدي بحل السؤال إذن إش رح يصير عندي هسه الحل رح يصير 3 3 أوميغا أس 9 الكل أس أن زائد هذه الأوميغا أس 5 منها قسم على 3 يبقى 2 وهذه الأوميغا أس 4 منها قسم على 3 يبقى 1 وهذه الستة ومتعلمين نحن سابقا إذا ألقى الأوميغا أو الأوميغا تربيع لوحدها في المقام أستبدل بسطها أضرب بسطها بالعدد 1 وهذا الواحد عبر عنه أوميغا تكعيب إذن هذا رح يصير 5 أوميغا تكعيب وهذا 4 في 1 يعني 4 أوميغا تكعيب إذن إيش رح يصير هنا أقول ويساوي الأوميغا أس 9 هي 1 واحد أس أن هو واحد في 3 إذن رح يصير 3 زائد أوميغا تكعيب على أوميغا تربيع أوميغا إذن رح يصير 5 أوميغا زائد أوميغا تكعيب على أوميغا أوميغا تربيع يعني معناها 4 أوميغا تربيع الكل هو الستة خلي أرجع للجزء الأول سولفنا بالجزء الأول قلنا الأوميغا تربيع والأوميغا والثابت من يجوني بسؤال ثلاثتهم إذا كان المعاملات ما لثلاثتهم مختلفة أحول واحد منهم بدلالة الباقين حتى الثلاثة أسويهم الثين إذن لو أحول الأوميغا تربيع لو أحول الأوميغا لو أحول الواحد هنا رأحول الأوميغا تربيع تريد تحول الأوميغا بكيفك وتعلمنا أكو طريق ذاني ارجع للجزء الأول اختار ما تشاء من الطرق المهم أنا شو رح أقولي هنا أقول ويساوي هذا رح أولي قوس شبير إذا رح أقول ثلاثة زائد خمسة أوميغا زائد أربعة هذه الأوميغا تربيع رح أسويها سالب واحد ناقص أوميغا وهذا الكلء الستة حسب الاستنتاجات الستة هسة الأربعة رح تدخل على القوس يعني ش رح يصير عندي هسة رح أرجع القوس الشبير إلى صغير لأن هذا القوس رح ألغي إذا رح يصير ثلاثة زائد خمسة أوميغا ناقص أربعة ناقص أربعة أوميغا لكلء الستة أجمع الحدود المشابهة ثلاثة ناقص أربعة هذا سالب واحد خمسة أوميغا ناقص أربعة أوميغا إذا رح يصير هنا أوميغا الكل أس 6 إذا كان القوس مرفوع إلى قوة تربيع رح أسوي مربع حدانية إذا كان القوس مرفوع إلى القوة 6 ما عندي قانون مسدس حدانية إذن هذا الأس 6 عند الرفع تضرب الأسس رح أسوي تربيع الكل تكعيب يعني هذا الأس 6 رح يصير ويساوي سالب 1 زائد أوميجا تربيع والكل تكعيب ويساوي مربع الأول هو 1 ضرب الإشارتين ناقص 2 في الأول في الثاني 2 أوميجا زائد مربع الحد الثاني زائد أوميجا تربيع إذن هذه التربيع رح أتبقى عندي فقط التكعيب 1 زائد أوميجا تربيع حسب الاستنتاجات الستة 1 زائد أوميجا تربيع هذا من هو سالب أوميجا يعني رح يصير سالب أوميجا ناقص 2 أوميجا الكل تكعيب سالب أوميجا وسالب 2 أوميجا رح يصير عندي سالب 3 أوميجا إذن ويساوي السالب 3 أوميجا الكل تكعيب الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح السالب إذا كانت مرفوعة إلى قوة فردية تبقى سالب وإذا كانت مرفوعة إلى قوة زوجية تتحول إلى موجب وهذه التلاثة مرة يصير أس للتلاثة مرة يصير أس للأوميجا إذن رح يصير عندي 3 تكعيب اللي هو 27 أوميجا تكعيب قيمة الأوميجا تكعيب 1 إذن سالب 27 في 1 والجواب هو سالب 27 ارجعوا إياي عزيزي إلى الموزابوك حتى نشوف إيش عندنا بعد من أسل إذن أعزائي الحلقة التفصيلي لهذا السؤال مثل ما شفتوه السه قدامكم وعام 2015 دور ثالث إجتي نفس الفكرة ولكن مكان ما يقول 9 N قال لي 12 N مكان الأوميجا أس 5 قال لي أوميجا أس 8 مكان الأوميجا أس 4 قال لي الأوميجا أس 10 الجواب النهائي يبقى نفس الجواب ونفس الحل للسؤال إذن انتهى الجزء الثالث وسننتقل إلى وجبة أولى من الأسئلة الوزارية التي تمثل الجزء الرابع وبعدها نختم بالجزء الخامس انتظرونا أعزائي ترجمة نانسي قنقر